الوضعية الوبائية بالمغرب تدق ناقوس الخطر ارتفاع في معدل الإصابات اليومية وفي حالات الوفيات ونسبة ملء الأسرة في غرف الإنعاش تطور مقلق لا يستثني الأطباء والأطر السحية قدرت يكون هناك ناس عندهم مضاعفات شخصية مع أمراض مزمينة واخرات يكونوا من قحن واخرات يأخذوا احتزاطات متاعهم يتقاسون مع ذلك هدوا المؤسف هم يعملون في المسافة سفر وفي تمسي تام مع هذا الفيروس ولذلك هناك إصابات كثيرة في صفوف هذه الأطر رغم أنهم كانوا من الفئات الأولى التي تم تلقيحها عند بداية الحملة الوطنية للتلقيح بل هناك حتى بعض الوفيات أعتقد أنه حان الوقت للتفكير في جرعة تالتة لهذه الأطر مخاوف من إصابة صمام أمان المنظومة الصحية يتوقع معه مهني القطاع أن يزيد من الخصاص المسجل بسبب تناقص أعداد الأطر الصحية في حال استمرار ارتفاع حالات الإصابات من الضرورة بما كان على وزارة الصحة أن تقوم بعملية رصد وباء في صفوف العاملين بقطاع الصحة على قلتهم وبسبب إنهاكهم والعياء والعمل المباشر كذلك ساعة إضافية والعمل أيام العطال والأعياد لتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين بدون تحفيزات لكن هذا العداد القليل دي الموارد البشرية يؤدي مباشرة إلى إصابات في صفوفهم وفي السباق مع انتشار الفيروس اتجهت الحكومة المغربية في وقت سابق إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات تهم حظر التنقل الليلي وتقييد حركة التنقل في عدد من المدن ومنع التجمعات وغيرها إجراءات يدعو بعض المغاربة إلى تشديدها بشكل مؤقت تفاديا لحدوث انتكاسة غير متوقعة دعوات للتشديد وأخرى للمواطنين من أجل الالتزام أكثر بالتدابير الاحترازية والانخراط في جهود المبدولة والتي مكنت إلى حدود الساعة من تلقيح ما يقارب 13 مليون مستفيدة ومستفيدة فدوى المرابطي قناة الغد الرباط